السلام عليكم اخواني اعزائي هذه الصورة اللي كتشوفوا هذه هي صناديق القمامة او سطولة الزبل في الديوانات السبتة الجهاد الاسبانيول اللي داخل من المغرب وما جاء على سبتة يعني داخل على الديوانات الاسبانية سواء الجالية ولا اي واحد الاجب معها الزيت او الزيتون كي يسيبهلو بهالطريقة اللي كتشوفوا هنا داخل هالدوار الزرقة كينتم كيبان جوج ديال البرامل الزيت كل واحدة فيها 20 نترو وهذاك الزيت معدل على اليد يعني ممنوع منعان كليا اليك نزيد العبار ليك نزيد الحرقة مطبوع منعانت الشركة مكين مشكلة مسموح تن خمسة لترو مكين مشكلة لكن الزيت العبار ممنوع منعان كليا وخغير انه سيترو كيلوحوه الك في الزبل وهذاك الصيكان اللي كتشوفوا ربما فيهم الزيتون او القدد او الحلويات او الاشي حاجة من الممنوعات اذا اردوا البال جزيكم بخير في الضخول إلى السبتة روار دي يا سيبل كيف تشوفي شكلين دقيق ولي جبروا له الزيتون الزيت اللحة ملحة هذا الشيادة كل كيلو حافظكم الله ورعاكم مرحبا بكم. بسبب هاد زيت الزيتون وهاد الامور اللي كدوقع في باب سبتاوبة مليليا فواحد الاسباني اه تشكى بالحارس المدني بحلي سجل بهم دعوة تشكى بالحارس المدني لامين المظالم اولا بالدريجة دينا ما ما يعرف بوكيل مالك هنا في مدريد كيف كانت الواقعة وشنو هي التفاصيل التفاصيل هو ان هاد الاسباني اه جوج مغربية فمداز معنا بليليا نادور مشاشف العائلة ديالو العائلة ديال الزوجة ديالو اه اصهار نسابو وملي كان راجع طاوه الزيت طاوه الزيت كان داخل به من بليليا كما يفعل الحارس المدني دائما مع جميع المغاربة ممنوع 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 فاخدالو الزيت السيد بطبيعة الحال اه باينا عليه عارف راسو شنو كامل وإلا ما كانش يتصرف هالطريقة هذي باينا عليه عارف راسو شنو كامل هو انهو في اللول يعني ما قاومش وما وما عطاهمش الجحود ولا كده وانما خلالوهم الزيت قلوه ما ايا من اللي وصار بحارو المدريد داز الوقت هاد الشادة وقع نهار ستاش في شهر سبعة ومن اللي داز الوقت نهار تلاتين في شهر سبعة هو عمل هاد اه هاد الشكوى هادي ولا هاد التظلم هاد والليك يقول فيه بان الحارس المدني حيدلو الزيت ديالو للاستعمال شخصي وكي طالب اه وكي المالك بتفسير او بتوضيح مهمات الحارس المدني على اساس انه او الحارس المدني ما ما عندهمش اه يعني الفورماسيون ولا التكوين الكافي باش يخدموه كا وزارة الصحة او وزارة الفلاحة والصحة والسيد البحري فقال بان هاد تخصص هادا في الرسالة ديالو اللي اه تظلم ديالو اللي كتبوه الامين المظالم كيقول بانهم ما عندهمش هاد التكوين هادا وما شي من حقهم انهم يعني اه يصدرولو الزيت ديالو تاني حاجة كيقول بانه الحارس المدني ما عندوش اه اللائحة او القوانين ديال اه هاد المواد هادي دخلو دخلوش فما عندوش هاد القوانين اه نقولو اه يعني ميزاجور يعني ماشي ماشي صحيحة علاش بحكم انه الاتحاد الاوروبي كيسمح لك انك تدخل عشرة ديالو في حين انه اسبانيا كتسمح فقط بخمسة ديالو فكيقول علاش كين هاد تناقض هدا ما بين القوانين الاوروبية وما بين القوانين الاسبانية وانه على حسب القانون الدولي فاسبانيا القانون الاوروبي فاسبانيا كان خصة آآ يعني تعاود جدد لائحة دياله لحساب القانون الاوروبي اللي هو خمسة ديالليترو فقط. فغدي نقرأ معكم الرسالة ديالها السيد ونقول لكم شنو اللي قال فيها وكيف يعني كي طالب بحقه. قصة ديالها السيد اللي تم الحجز دياله في الدخلة ديال امليلية. فآآ يعني آآ الامانة العامة او لوكي الملك في مدريد يعني يا كيف على تحليل هاد القضية دي. افاد مواطن اسباني. ان الحرس المدني قام باحتجاز آآ جوج ديال هنا السفينتين وركن ما ما ترجمة غير صحيحة. قام باحتجاز آآ جوج ديال البودنات ولا جوج ديال القراءة ديال الزيت اللي كان داخل بها من المغرب. وكيقول هاد الاسباني بيدون سبب واضح بالنسبة لي لو مكينش السبب علش حيدولو هادك الزيت هادك. وفي الرسالة اللي سردها آآ بطبيعة الحال الوكيل المالك نقولو احنا بما آآ يعني كيجيب حال وكيل المالك هنا في اسبانيا. فكيقول بانه يعني يطالب توضيحات هاد المواطن الاسباني كيقول اخني توضيحات حول تدخل الحرس المدني لي آآ يعني استولى على الممتلكات ديالي بدون سبب. فهو تدخل كيقول هو نهار سبعة يوليوز الساعة الرابعة مساء في المركز الحدودي في مليليا آآ المواطن الاسباني اللي كان رجع لبلاد ديالو بعد ما كان رفق الزوجة ديالو لمع الاهل ديال الزوجة ديالو في المغرب. وقد رفقته كانت معها العائلة ديالو والزوجة ديالو والعائلة ديالة في المغرب فهوما كي يستعملوا او لا كي يصنعوا يصنعون الزيت بانفسهم يعني هما اللي كيعدلوا الزيت آآ يعني في الدار ديالو ولا في المزرعة ديالو وكي قولك بانه عندما اخباره احد عناصر الحرس المدني اللي كان في المركز الحدودي ان كمية الزيت ديال الزيت اللي معاه محدودة في خمسة ديالليترو فقط عندما ادخل او لا عند الحدود الاسبانية. وهذا المسؤول هذا قال له يا اما ترجع هادك الزيت من جبتيها او لا ادخلها هنا يبطع بالحال للتخلص منها هنا كتبه للتدمير ولكن للتخلص منها. فالمواطن الاسباني اختار الخيار الثاني هو انه يخليها تم عوض ما يرجع بها حتى المغرب. ورغم ذلك في ثلاثين يوليوز الماضي هاد السيد هادا عمل واحد اكتب واحد الواتيقة ولا الرسالة الى ديوان لمضالم لتوضيح ملابسات مصادرة هاد الززاجتين ولا ديال الزيت. وكيقول فيه انه مثل هادا الاجراء يفتقر وباين عليش واحد عارف راسوش كنوه وعارف راسوش كيعمل. كيقول انه مثل هادا الاجراء يفتقر الى الشرعية او التفوض القانوني مما يؤدي الى تفسير غير صحيح او لانحلاف عند يعني تطبيق هاد هاد القانون هذا. كما انه لا يتوافق مع يعني مع القانون الي جاء فواحد الفين وثنين وعشرين. كيقول لك من حقك دخل غير خمسة ديال ليتر ديال يزيد في حيث أن القانون الأوروبي كيسمح لك عشرة ديال ليتر فهنا كيقولهم كين هنا واحد تعارض فيما يخص الكمية تفسير الكمية المسموح يعني إدخالها إلى هنا إلى إسبانيا فكيقولهم خصني التوضيحات حول هذا الأمر هذا وبسبب هذا التدخل من قبل الحارس المدني تقدم الرجل بشكوى لأنه في المركز الحدودي لا تجوء حاجة أخرى كيقولهم بأنهم في المركز الحدودي لا توجد معلومات أو العلامات حول البضائع التي هي جزء من الأمتعة ديال المسافر كيقولهم في المدخل ديال الحدود ما كينشي واحد العلامات كبيرة لكتبيين شنون قدروا ندخلو شنون ما قدروش ندخلو كيقول لك ستكون في منطقة مرئية من المسافرين القادمين من المغرب إشعار تم تحديدهم موجود له إحلاء أوروبية كيقولهم يعني وهذا قانون كذلك يعني حتى أوروبا كتأكد لي أنه في جميع المنافذ الحدودية الإسبانية خصي يكون معلق ومكتوب بشكل كبير شنون هي البضائع اللي يمكن لك تدخل والبضائع اللي ممنوع أنك تدخل إلى إسبانيا وفي نصه يؤكد الإسباني من جديد أيضا أن الحد الأقصى للكمية المحدودة بحل اللي قلنا هي عسرية الكيلو لكل مركبة خاصة ويقول هناك تناقض بين اللائحة الأوروبية القوانين الأوروبية الكيمة القصوى الكيميات القصوى واللائح الوطنية وفي جانب آخر الذي تشير إليه هو أنه يجب على الدول العداء آه ويقول لك بأن يعني باش ماشي يقول لله راسبانيا بحداو أوروبا يعني كل واحد القانون ديوله فهو يقولهم لا يقولهم على حسب القوانين الأوروبية فيجب مراجعات آلية إجراءات المراقبة التي تشكل جزء من الأمتعة الشخصية المسافرية مرة واحدة على الأقل سنويا فكيقولهم بأنه يعني قبل ميدوز العام فكان خاصة تكون يعني تم تغيير الكمية وتحدث في عشرات الكيلو لأن القانون الأوروبي كيف فرض هذا الشيء هذا والقانون هذا اللي تكتعامل به إسبانيا ديال 2022 ولم يتقيم تحديد التعميم المذكور منذ عامين يعني إسبانيا ما حدد لم تقيم ما حددتش لم يتم تحديث هذا القانون الجديد ردا على المراقبة الصحية للسلع المخصص لاستهلاك البشري إلى الحدود من قبل الحارس المدني فهذا الشخص هذا كيقول لك بأنها مسؤول يدي الوزارة الصحة دون المساس بصلاح يدي الوزارة الزراعة والصيد البحري والأغذية ويشير إلى أن تحديد سلامة منتج غذائي لاستهلاك البشري لا يتوافق مع الحارس المدني يعني كيقولهم بأن الحارس المدني ماشي الخدمة دياله أنه يقول هاد زيد صالح ولا ما صالح شي واش يقدر يستهلكو الإنسان ولا ما يقدرش يستهلكو يعني كيقول هدي أمور ديال مسؤولية ديال وزارة الصحة ولهذا السبب يرى هذا الرجل أنه في حالة زيت الزيتون هدي هناك مسؤولية جنائية وأخرى تتمثل في التخلي عن وظائف مراقبة الصحية من قبل أجهزة تفتيش الصحة الخارجية المسؤولة يعني كيقول لهم بأن أول حاجة يعني ذيك الطريقة اللي تعملوا حالي يقولون الحارس المدني عملوا واحد الخطأ وبأن الصلاحية ديال وزارة وزارة الصحة ماشي الدارك أو لا ماشي الحارس المدني وحتى في الآن ديما المذكورة أخرى شروط أنه مختلف استخدام الشخصي يعني وكيرجعوا وكيقول لهم بأن هديك الزيت رأيها لإستخدام شخصي دياله دياله ونظرني هذا الوضع فالسيد يقول لهم مخصصكم ترجعوا لستدليتر والنص ديال الزيت اللي ديتوالي وكذلك باغيهم يوضحوا المهام المحددة للحارس المدني وخدمات تفتيش الصحة الخارجية وإذا تم يرجع المنتج الذي تم تدخل فيه فإنجراء القانون التي تحدد المخالفات التي علمنا أنها حدثت ستكون باطلة ولا يزيل ينتظر عند حدود المدني اللي عرفت وجهاتهم النهائية يعني زييرهم بوحد شكل إذن كما تشوف السيد يعني نقولوا إحنا بالدرجة ديالنا زييرهم بشكل كبير لدرجة أن حتى هذك جوج ديال القراعي ديال الزيت لحد الساعة لم يتم تدمير ديالهم وما زال كيستنوا في الحدود ديال مليلية باش يشوفوا يعني نقولوا إحنا يبين قاوسين وكيل المالك اللي هو يعني يقوم بهم مهم وكيل المالك هنا في مدري شنو غادي يقول عليهم يعني راه ماشي كل شي بحال بحال وماشي التعامل مع المسافرين بطريقة هي نفسها مع كلش فهات السيد هذا بين عليه شي حاجة كبير في الدولة وعلى الأقل أو على الأقل كيفهم زيان في القانون وإلا فراه ما يكون شزيت دياله باقي كي تستنى في الباب ديال المليلية حتى يشوفوا شنو غادي يعملوا معها سأناكم وصلت لك خطي للفيديو ديالي شكرا بزاك على حسن المتسابعة كما دائما وإلى فيديو قادم شاء الله رحمن رحيم